بسم الله الرحيم والصلاة والسلام وعلى مغوث الرحمة العالمين بعض الناس يسبوا الممثلات والمتورجات والغانيات والراقصات بألفاظ نابية بمعنى داعرة عاهرة زانية طبعا هناك ألفاظ أخرى لا أستطيع أن أقولها خدشا للحياء وهي ألفاظ نابية كلنا لا أعرف هذه الألفاظ التي تقال في الطرقات وأعلى مواضيع التواصل الاجتماعي وفي التعليقات طبعا هذا دم كبير ومفاحش ولما اختلفوا في هذا على رأيين على سبيل المثال هناك رقصة في مصر تسب بأقصر الألفاظ بأنها عاهرة وزانية طبعا لا داعي لأن أذكر اسمها والأسف الشديد أجد كثيرة من الناس يسبونها بقول عاهرة وقول زانية هم لا يعلمون أنهم ارتكبون اسما كبيرا المنماء اختلفوا في هذا على رأيين بعدهم قال من فعل ذلك فقد ارتكب اسما كبيرا واصبح قاذفا واصبح فاسقا وارتكب اسما يستوجب حدا ثمانين جلدة بعدهم قال يعذر ويجلد دون الحد بمعنى يجلد خمسين جلدة خمسين جلدة أو ستين جلدة والرأيه الأول هو الأصح لأن كلمة محصنة معناها لم يثبت عليها الزنا لم يثبت عليها الزنا والزنا لا يثبت إلا برؤية أربعة شهود عدول على شرط أن يروا الفرج في الفرج أن يروا الفرج في داخل الفرج بدون ذلك لا تثبت الشهادة بمعنى أنك لو أمررت مررت فتلة لأن الفرجعين لا تمر الفتلة إذا لم ترى الفرج في الفرج أو إذا كان أحد الشهودي لم يرى الفرج في الفرج بطرت شهادة السلسة الآخرين الآخرون ف وماريا مابنة عمرانة التي أحسنت فرجها فكلمة محصنة معناها لم يثبت عليها الزنا الفرج حتى لو كانت فسيقة حتى لو كانت فسيقة حتى لو كانت تتعرّ حتى لو كانت تتعرّ قل عليها فسيقة قل عليها عاصية لكن لا تقول زينية أو تقول كلمة تحمل شبهة أنها تعلم الناس الزنا مثلا لأنها الكلمة الكلمة التي فيها شبهة الزنا أنت وقعت فيه اسم فسأقول لحضر ديكم دليلا عظيما من السنة في أيام سيدنا عمر الخطاب أيام سيدنا عمر الخطاب وقع أحد الصحابة يدعونهم في الزنة لا داعي لذكر اسم هذا الصحابي الجليل فرأاه أربع وذهبوا ليشهدوا عليه عند عمر بن الخطاب يدعونهم فتقدم الثلاثة منهم وشهدوا بأنهم رأوا الفرج الفرج والشهود عدول فمجيئ الرابع فقال عمر بن الخطاب ردير عنه الرسول سعسام أمرنا قال ادراءوا الحدودة عن المؤمنين ادراءوا الحدودة بالشبهات وادراءوا المؤمنين الحدودة عن المؤمنين ما ستتعطوا إذا كان هذه أول مرة وهذا رجل رجل صالح فقال عمر بن الخطاب ردير عنه في سره اللهم لا تفضح واحدة من أصحاب رسول الله على لسان هذا الرجل نقول هذا الرجل لو شاهد أنه رأى الفرج في داخل الفرج ثابتت البينة وأصبحت ويجب أن يقام الحد هذا الرجل كان محصنا أصحابي دا كان محصنا يحرجم فقال ماذا رأيت قال رأيته كذا وكذا ورأيته أقدام على أكتاف كأزناي حمار وأنفاس وأنفاس تعلوا وتهبط وقال الرؤى لم ترى شيئا أخر قال لا لم أرى شيئا أخر قال الله أكبر قال عمر بن الخطاب الله أكبر حتى يقال حتى الرؤى الحديث يقال عندما تقدم الرابع ليشهد نهره عمر نهرة شديدة وقال له تكلم يا سلح العقاب فزلزل الرجل رسيد عمر بن الخطاب يريد يريد أن يسطر الرجل مش يريد أن يفضحه فقال فلم يقل رأيته فرق فسقطت شهادة السلاسة وجلده حد القصف إذنك رب العميد يكون في صوت النور فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون حتى ولكن هذا الرجل زنى للأصل في شريعة الإسلامية السطر ليس لك أن تقول على فلان إنه زنى برؤيتك بالزنى إلا إذا كان معك ثلاثة شهود عدول ورأوا الفرج الفرج كما أنت رأيت الفرج لذلك غير ذلك لا يجوز لك أن تتكلم ولو تكلمت أصبحت كذابا حتى لو كان رهزم رجل زنى فعلا لذلك رب العميد يقول في إذن لما يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكذبون تقليل آخر من الله من كتاب الله سبحانه وتعالى هلال بن أمية أحد صحابة رأى زوجته مع رجل في الفراش فذهب الرسول صلى الله عليه وسلم وقص عليه قال رسول الله رأيته كذا وكذا وكذا قصف زوجته بالزنى ولم يكن نزلت آية اللعان فقال له بينة أو حد في ظهرك هات لأربع شهود عدول رأوا الفرج في الفرج وإلا سأجلدك سمانين جلدا قال رسول الله أو أترك زوجتي مع غريمي وأذهب إلى لإحضار أربعة شهود من أين سأتي بالشهود قال له بينة أو حد في ظهرك هذا كتاب الله فقال الرجل هلال والذي بعثك بالحق ليونزلان الله في كتابه ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت آية اللعان وقال الله تعالى هلال نزلت آية اللعان وتلعن وقاتت بهذه المرأة بولد مشابه في الجينات وفي الشكل للرجل الذي كان معها وقال الرسول صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث حديث طويل يحتاج إلى وقت فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لو لا كتاب الله لكان لي مع هذه المرأة شأنه لكن عصمت بكتاب الله أوتي بها فتلعن فقال هلال أشهد أربع شهادات أشهد بالله أني قد رأيتها 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 تزني أشهد بالله أني قد رأيتها تزني أشهد بالله أني قد رأيتها تزني أشهد بالله أني قد رأيتها تزني والخامسة أن لعنة الله علي أن كنت كذبا ثم أتي بهذه المرأة فقالت له أشهد فقالت أشهد بالله أنه يقذف بالكاذب. بالكاذبة. كذابا. اشهد بالله انوا كذابا. اشهد بالله ان wyst شاء الزمن. ثم جاثت ان تشهد الخمسة. والخمسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فقالت في قبل ان تقول هذه الكلمة قالوا لها احذري هذه الموجبة لغضب الله سحوناxton عليك. يعني ستقول في الخمسة ان غضب الله علي ان كان من الصادقين فتلكأت وسكتت مدة مدة طويلة حتى ظنانا أنها سترجع وتنكلي ثم قالت والله لا أفضح قومي سائر اليوم شوف الزنة فضيحة والله لا أفضح قومي سائر اليوم فقالت ثم شاهدت الخامسة قالت أن غضب الله عليه لأنها تعلم أنها ربما تتوب بينها وبين ربها سبحانه وتعالى وتلعن وفرق بينهما ونصب الولد إلى أمه لأن في اللعان لا ينسب الولد إلى أبيه ولم يستطع أن يفعل الزوج جفاق شيئا مع أنه رأى بعينه حتى الصحابة تعجبه ساعد وأنه بدأت تعجب قال رسول الله والله لو أني رأيته واحدة مع امرأتي لقتلته غير مصفح غير مصفح فالرسول الله قال أتعجبون من غيرة ساعد والله إني لآخر من ساعد والله رسول الله تعالى لآخر مني ومن ساعد لكن شاهدوا هنا تعجب صحاب أتعجب الواحد مننا ليأتي بأربعة شهود وأترك غريمه مع زوجتي اللي يقضي حاجته منها فتعجب الصحابة فكان اللعان لكن لا يجوز لك أن تقتل زوجتك إذا رأيتها تزني لا يجوز لك أن تقتلها واللعان يتعمل ليه عشان تبدين يقع كل واحد يقتل يجعب من نفسه قاضيا وجلادا لا اللعان فعل لكي تلعن زوجتك إذا رأيتها تزني لكن لا تقتلها لأنها من يثبت أنها كانت على زينة ربما رجل يقضي حاجته ويقتلها لضغائن وأحقاد ويجذب عليها ويكون زينة لكن لك أن تلعن فقط هذا هو شرع الله سبحانه وتعالى وكتاب الله الذي جهيله وأكثر من الناس فإذا لا يجوز لك أبدا أن تصبح راقصة أو ممثلة أو غيرها مجرد أنها تتعرى وتقول عليها زينية لأنها لم يزلط عليها الزنة وأنت تفعل كبيرة مكبيرة لأنت أصبحت فاسقة مثلها هي فاسقة لها تتعرى وأنت أصبحت فاسقا قاذفا تستوجب حدا تمانين جلدها طب لماذا؟ أنت من جلدك على الدين ويتسببها بأفضل ما بيها أصبحت مثلها هي تتعرى وأنت تخذ خطف أعراض الناس هي لم تزني فلا يجوز لك أن تقول زينية أو عهرة أو أي كلمة تعلم الناس تعلم الناس يكون فيها شوبة زنة كالذي يقول لعلميتنا الزنة ما ينفعش لأن هذه الكلمة معناها شوبة أنها زنت والكلام الذي فيه شوبة زنة يوقعك في اسم هذا وقال به العلماء العلماء أخيرا جاسب من الشباب يمزح في المحارة الإعدادية والسنوية غربان في الجامعة بألفاظ النابية والذي يعلم أنه ارتكب كبيرة من أكبر الكبائر كبيرتين أقول كبيرة يرتكبها أنه يصب والديه رسول العسلم قال في الحديث نعم الأكبر الكبائر أن يصب الرجل والديه تعجب الصحابة قالوا يا سواء الله وكيف يصب الرجل والديه قال يصب الرجل الرجل أبى الرجل فيصب الرجل أباه ويصب أمه إذن اللي بيهزر أو يمزح مع صديقه ويقول له يا ابن كذا ويابن كذا بأمه وأبيه أنت تصب والديك إذا كنت ترضى لنفسك أن تصب والديك أنت تصب والديك أنت تصب مباشرا لأنه سيرد عليك فتسببت بالسب لولديك وداله على الشريك فاعله أنت فعلت كبيرة من أكبر قبائر هي وقوخ الوالدين وسب الوالدين الزب الثاني قصف أصبحت فاثقا لأن العسلم قال سبابه المؤمن في سوق وقتاله كفر أنت أصبحت فاثقا الزب الثالث أصبحت قاذفا لو أنت قلت له يا ابن كذا بكلمة مست الشرف أو معنى زينية كما يقف على الكثير من الشباب اليوم طبعا كلكم تعرفونها أكثر الناس يعني يقول إلا من رحم ربي يترفز بهذه الألفاظ الأسف الشديد في يا ابن كذا ويا ابن كذا فأصبحت قاذفا تستجوس بينا ثمانين حدا لأنك قاذفت أم هذا الرجل أو أباه بالزنة وبعض المعامل قالوا الكلمة التي معناها اللواط فيها حد طبعا كل ما لا يعرف الكلمة اللي أتقال في حد اللواط على الرجال كلمة أولها خاء لا داعي طبعا لأن أقولها أكثر شباب يمزحوا مع بعض البعض بهذه الكلمة سواء كان يصبه الرجل أو يصبه أباه يقول له يا ابن كذا بمعنة يا ابن اللائط هو لا يعلم لأن اللواط عند عبادة ولماء فيه حد فأنت تبتكب كبائر والرجل أن الرجل يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا من سخط الله عليه فتاهو به في جهنم سبعين خريفة لو يعزوا بالله فأنت أصبحت فسقا قاذفا سابع لوالديك وعقل لوالديك بمسح بهزار فأنت أتقل الله سبحانه وتعالى لا تصبح لا تصبح براقصة ولا ممسلة ولا غنية ولا تقل عليها زانية زالتها تقولها فاسقة لأنها ثاجرة ولو ضعوت لها بالهداية لا تقل أبنا زانية أو عهيرة أو ضعيرة لأنك تتجب اسم كبير لا تدري كلمة تحت الفيديو حكم ساب الممسلات والغنيات تحت الفيديو أتعدى تنسخون تشو نشو هذا العلم في طواب العظيم اللي علم علمها فإن الله أجرم عميب يوم القيامة لهم جزاك ما كوني شامت وشيش تبع لي الجرس وشكونا لأسلامكم جديد بساعدوني عرشة السنة من سلطة البواء كل خولي هذا واستفى الله لهم